انت عرفت كلمة زي البروندات كده عشان انا متضايقة قوي منك بصراحة بحاول اواريكي الدمومتي ايه اللي انا دميت ايه قوي 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 دمومتي ايه خلق وضيعة عشان بلوند اه مش كده الناس دايما تقول لك ده البروندات دور الدمومتي ايه يا شيخة وبعدين كده وقفين وسمجين فيهم مش روح ليه سمعتنا اه ليه سمعتهم كده يعني ليه اتي دي قناعتك الشخصية يعني انتي بتشوفي اي واحدة بلوند دمها تقيل اه لا مهم فعلا كلهم دمهم تقيل على فكرة هنجزب على بعض لاني ولا ايه كلهم يعني مفيش حتى يعني شوية مجاملة مفيه حد دقائق جنبك مثلا فريحي كده سوري بس دمك تقيل اه ايه بجيباني معاك ايه في البرو جرام برو جرام صاحبتي بقى ليه يعني وسطة ولا ايه اه وسطة انتي وسطة او دايما بلوند لازم تبقى غبية موصومة بصفة الغباء طول ما هي شعرها ايه بعليك كده على فكرة ايه بعليك كده لا ايه لا ايه ده انا منبقى ده انا حاريكي الايكيو متدني متدني في اه في ادنى حدود اه احنا منتكلم في الزكاية ما منتكلمش في الجمال صح اعرف انت الانسان المضطهد ايش ما انتو اللي اتقادوكو ليه ما قلنوش البرو نتس ولا شعرهم اسود و شعرهم بني هم الكزا اصفهم مش اتهاد كده مننا اللي فينا للدية بس هما برضو قالوا السموار نص الجمال اما البياض الجمال كون قوليلي يمينا من الفنانين القدام اه ها في الزمن القديم بلونس ودمها شربوت ماريان فاخر الدين امر نادية لطفي امرين لان كلهم بلونداء انت عندي جاند روستهم اوكي ان البلونس بقهم اغبياء من بعد زمن القديم يعني مي بقهم اغبياء يعني هما جات عليهم لعنة من السماء هل من السماء حولتهم لغباء ولا اي من شوية معي؟ ليه؟ قلصقت تهمة الغباء بالبلوندات لا على فكرة دي كلمتك انت عشان انت من جوا كده انت كان نفسك تبقي بلوندو ما عرفتيش على فكرة لا على فكرة اسحل حاجة انما ازازت بتاعها العيل بورتغاني من عند العيل بورتغاني من الحاجات والله هتحسي نقويس كده او هتلاقيه هو مثلا لون وكده ان اه ان حاسي صديدي كده مش اصل شروم اسود مش اي حاجة نتليقى اليوم على فكرة يا الفاظك في كتير قوي حاولوا يبقى بلوندات الزبطت معكم من اول مرة ولا لازم تعملوا بليتش وبراسس وتعودوا تعملوا شعره كده مرة عشان يبقى لونه فاتح ام تحتاجتي تعملي شعرك بلوند او عملتيش شعرك بلوند قبل كده في حياتك خالص؟ خالص؟ ايه مر يعني عملتي اه اللي هي ايه بقى المرة بس غيرتوا على طول مش قادرة مش حكاية مش قادرة ليه اصلا الفكرة نطت في دماغك كنت بعمل فيلم كنت بتعملي فيلم شوفتي مش مركزة شوفتي مستوى الاي كيو انا غبية غبية مين يعني متخلينيش بصي والتي لحد دلوقتي بتغلطي وانا مش بغلط على فكرة شوفتوا ضربتني كم مرة وانا سقتلها وهي الضرب بيعلم فيكي دايما الانظار عليكم انتوا اللي تحزيوا انت معادية كده اوو لا لا اهو بس نفسك مهاكسات وكل الحاجات طب ليه؟ اه اه طب ليه؟ مال انا اذا كان هي بتعمل كده فتفتحول انا مالي في تحولها يعني انا مالي انا مالي انا مالي انا مالي انا مالي اه على فكرة الرجالة بيحبوا البلندات اه عشان عندهم قدت الخزمين الخواجة نموت في أي حاجة نحن خواجية نموت في أي حاجة شهرها أصور يعني عايزة تقوليني اللي في مصر في قطاع كبير قوي مفيش بنات بتتولد بروندوات مثلا دايقتي بكلمة غبية دي على فكرة مايصحش كده المثير للانتباه أن الشقروات حصلنا على مراتب متقدمة في الجزء الخاص بقياس الذكاء في الاختبار مقارنة بغيريهن تقولك الست الشقرة الست الشقرة غباء المرأة التي يفضلها الرجل هي هي لكن بالرغم أن هذه الأحكام المسبقة للشقروات تصير إحسايات وفقا لصحيفة الضراء إلا أنا أكثر من نصف الرجال يفضلون المرأة الشقرة شفتي بقى لدى الشقروات المزيد منها شعر معدل بصيلات الشعر في الرأس هو مئة ألف يعني أي رأس فيها مئة ألف بصيلة شعر طبعا عندي كم يعني الشعر عندها كم بصيلة أديني فورس مالخضرتك عندك شعر كده كسرتي كم بيها عشان شعر لدى الشقروات حوالي مئة ستة واربعين ألف وأنا بصيلة أنا عندي مئة وعشرة ألف بصيلة شعر طريقا أني أصليك مش عصلة Jill يعني أنتم مش عصلة حفاف چلا أنتها طريقة كوبية اللي هي قساريتها بضع لان تنال بطاق شكرا